إلى قطاع الفلاحة يناكد مصدر مسؤول في وزارة الفلاحة لتلفزيون النهار أنه تم استيراد أكثر من مليون وسبعمائة طن من الفكهات الموز هذه الكمية التي دخلت الجزائر عبر أربع شحنات في بواخر فقط قيمتها الإجمالية 16 مليون دولار رخص استيراد هذه المواد التي تحدث اليوم بوزارة الفلاحة فتنة بين كبار المستوردين الرزائريين بعد تسقيف استيراد هذه المواد إلى 80 ألف طن سنويا في طال سيسة الحكومة في ترشيد النفقات وعدم تحويل العملة الصعبة إلى الخارج